قصتنا اليوم عن فضيحة شركة هوبي لابي وحدة من أكبر الشركات الأمريكية المتهمة بسرقة وتهريب آلاف القطع الأثرية العراقية إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي ما يعرف هاي الشركة هي شركة تبيع أدوات للهوات، الرسامين، أنتيكات ومقرها بولاية أوكلهومو الشي اللي يميز هاي الشركة عن بقية الشركات العملاقة كونها شركة خاصة يعني مملوكة من عائلة ما إدها أسهم بالسوق وأكو ناس ومتابعين يقدرون يدققون بأوراقها وبشغلها اللي أسسها والشركة هم عائلة اسمها عائلة جرين اللي أسسها اسمها ديفيد جرين اشتهرت هاي الشركة وتسلطت عليها الأضواء لما رفعت قضية على الحكومة الأمريكية بعهد أوباما وهاي القضية راحت للمحكمة العليا الدستورية وربحتها الشركة بذاك الوقت القضية راحت للمحكمة العليا الدستورية لأنه رفضه ويطبقون قوانين أوباما كير اللي تقول للشركات العملاقة وفروا تأمين صحي للموظفين مالتكم هم ما رادوا يوفرون تأمين صحي لأن من ضمن خدمات التأمين الصحي كل عائلة تقدر تروح للدكتور وإذا رادوا يسوون اجهاض أو يسئلون الدكتور على حبوب من الحمل يقدرون ياخذون هاي الخدمات الصحية وهذا الشي هو ضد تعاليمهم الدينية وهم بمقابلاتهم كعائلة قالوا احنا أسسنا الشركة على أساس ديني بحث وهذا هيجيبنا لقصتنا أم اليوم هاي الشركة وعائلة جريم بالأخبار بسبب فضيحة شراءهم آلاف القطع الأثرية من العراق وتهريبها عن طريق إسرائيل والإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبعا الجديدين على قناتي أنا اسمي أنس قناتي من داخل أمريكا مرات أنزل فيديوهات من هذا النوع مرات أنزل فلوغات ومرات أطلع مام السعاد ويايا وهي عندها قناتها اشتركوا بالقناة إذا يعجبكم هيج نوع من الفيديوهات قبل يومين وزارة العدل الأمريكية أغلقت ملف التحقيق بهذه القضية اللي استغرقت ست سنوات بعد أن اعترفت الشركة وملاكها قيامهم بشراء هذه الآثار المسروقة وتهريبها عمدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودفعوا غرامة 3 ملايين دولار وتأهدوا بإرجاع كل الآثار للحكومة الأمريكية الغرامة ما كانت بسبب التهريب الغرامة دفعوها بسبب آخر العائلة المالكة لشركة هوبي لوبي معروفين بإمتلاكهم لأكبر مجموعة آثار إنجيلية بالعالم أكثر من 40 ألف قطعة تمتلكها هاي العائلة ورح تستخدمها بافتتاح متحف اسمه متحف الإنجيل بواشنطن دي سي المتحف يقولون اللي حين فتح بشهر الدعش نوفمبر 2017 حسب وثائق وزارة العدل الأمريكية اللي أخذتها مباشرة من عدهم وثائق التحقيق وثائق المحكمة رئيس شركة هوبي لوبي راح للإمارات العربية المتحدة بنفسه حتى يشتري القطع الأثرية خبراء الآثار يقيمون القطع الأثرية بأكثر من 11 مليون دولار ستيف جرين لما راح للإمارات دي يشتري القطع الأثرية من السماسرة الإسرائيليين دفع لهم مليون وستمئة ألف دولار وأيضا حسب وثائق وزارة العدل الأمريكية والتحقيق ستيف جرين اشترى القطع الأثرية من السماسرة الإسرائيليين عن طريق شخصي إيش بالإمارات بسنة الألفين وعشرة الشركة قبل ما يشترون القطع دزوا على خبير آثار حتى يجي كلهم هاي الآثار عراقية معراقية أصلية لا الخبير قالهم هاي أصلية وحذرهم من شراءها لأنه أكو قانون أمريكي يمنع على أي مواطن أمريكي أو عايش بأمريكا أو أي دولة أدها تعاملوية أمريكا من امتلاك أو التجارة بقطع الآثار العراقية هذا القرار استوقفني معقول أمريكا تريد تحمل آثار العراقية ردت أعرف شنو السبب هذا القرار ما لقيت هواية معلومات لقيت معلومات بسيطة غير موثقة بأنه أمريكا تقول آثار العراقية هي آثار بلاد الرافدين وهي آثار البشرية كلها وبداية البشرية وإحنا لازم نحميها وما لقيت قانون ثاني يحمي أي آثار ثانية بالعالم بس للآثار العراقية شونك تشفت مديرية القمارق الأمريكية بسنة 2011 ودعش أنه شركة هابي لابي دي تهرب آثار مو هم مقاعدين 24 ساعة يدورون بالباكيتات على آثار مهربة وأنما بصت فيه شركة هابي لابي خلت لزقات على الباكيتات اللي مشحونة من الإمارات وكتبت عليها أنه بالصندوق هي قطع سيراميك جاية من تركيا مصنوعة بتركيا ومشحونة من الإمارات هابي لابي لما دفعت 3 مليون دولار غرامة ما دفعتها بسبب تهريب الآثار لأنه القانون يقولي اللي يهرب أو يمتلك آثار عراقية يروح للسجن مو بس يدفع غرامة هم دفعوا غرامة لأنه كذبوا بالليبل هذا الليبل اللي حطوه على الباكيت مال الشحن أنه هاي قطع قطع سيراميك تركية وهي مو قطع سيراميك تركية هاي على مدهى يدفعوا الغرامة بس اتأهدوا بإرجاع كل الآثار العراقية اللي اشتروها بديتش الصفقة رئيس الشركة لما راح يشتري الآثار قالوا لي أنه هاي الآثار يملكها شخص إسرائيلي وهاي الآثار هي مال العائلة مالته بالمقابلة من سئله هل كنت تعتقد أنت ودى تشتري الآثار ممكن أنه تكون مسروقة يقول قال إيه يعني يعني قلت ممكن أنه تكون مسروقة الآثار طلعت من إسرائيل ودخلت إلى الإمارات العربية المتحدة بمساعدة شخص عايش بالإمارات ما أعرف جنسيته ما مكتوب في أوراق التحقيق شنو جنسية هذا الشخص وأنا ما أكو شخص بالإمارات استقبل اثنين إسرائيليين هذول إسرائيليين دزهم الشخص اللي يملك القطع الأثرية وقعد رئيس الشركة شاف قطع الآثار بكل مكان على القرية ولا تحاطيها وعلى الميوزها وبالبيت مبعثرة بدون تغليف جيد وشاف دني القطع واشتراها سألت نفسي بليش تحقيق بموضوع مثل هذا مهمي طول 6 سنوات وردت أعرف بالمواضيع المماثلة هل الحكومة الأمريكية ووزارة العدل طولة أو هلقد أو القضايا خلصت بوقت أقصر لقيت فت قصة طريفة أنه كان شخص أمريكي ديغوص بالبحر الأحمر ولقفت سفينة غرقانة ولقفت جرة بها قطع أثرية نقدية معدنية وجابهن لمري كوية اكتشفوهن القمارك دزوا على الحكومة السعودية قالوا هل هاي القطع الأثرية تابع لكم هل هي قطع أثرية قالوا ايه رجعوا لهمية التحقيق كل طول سنة ونص بالقضية مالتنا لما وزارة العدل اتصلت بالحكومة العراغية قالهم يا عبا دزولنا خبير خلنعرف أنه هل هاي الآثار عراقية مالتكم أصلية مو أصلية كان رد الحكومة العراقية وحسب وثائق غير مؤكدة أنها مشغولة بمشاكل أكبر من الآثار وتنوي فتح تحقيق داخلي يعني بداخل العراق لمعرفة السبب وما تنوي مساعدة الحكومة الأمريكية يعني أنا برأيي حتى لو القضية طولة 6 سنين بأمريكا أحسن من ماكو أي تحقيق من الجهة العراقية سؤال هل هترجع الآثار للعراق الحكومة الأمريكية وحسب قضايا كثيرة شكوا آثار يلزموها مسروقة رجعوها الدول لها الأصلية إذا الدولة الأصلية طالبت في هاي الآثار وحدة من الأشياء الغريبة لما الحكومة العراقية مقبلة الدس خبير يتعرف على هاي الآثار دائرة القمرق شالوا الآثار كلها ودزوها إلى كلية في نيويور كلية مختصة بالآثار واشتغلوا على هاي الآثار طلاب على مو يتعرفون عليها إذا كانت أصلية لو مو أصلية وعراقية لو مو عراقية لأن القانون بأمريكا مثل ما قلنا يمنع فقط الآثار العراقية والآثار المسروقة شوفوا شون الغريب في هاي القصة أولا 5548 قطعة تترك العراق بالألفين وتسعة أمام أنظار الحكومة بكل سهولة وتروح لإسرائيل بعدين هاي القطعة كلها تدخل بكل سهولة للإمارات ويجي واحد أمريكي من فدع عائلة يريدون يفتحون متحف إنجيلي ويريدون يأخذون هذين الآثار ويحطوهم بالمتحف يروح للإمارات دي يشتريهن وبكل سهولة يصعدهن بطيارة للغراض ويغطيهن ويغراضة مال الشركة ويدزهن لأمريكا وبعدين اللي يلزمهم الحكومة الأمريكية وتأخذ القطعة الأثرية وتريد ترجعها يجوز للعراق شون الغريب؟ شون المشكلة؟ أنا هاي القصة شفتها مو بس من وراء آثار مسروقة آثارنا مسروقة على مره العصور أترك كل هاي التحليلات لكم وكل هاي الحشي اللي حشيته موجودة بوثائق هاي الوثائق من وزارة العدل الأمريكية شوفوها وطوني رأيكم بالنهاية كان معاكم أنس إذا يأجبكم هذا النوع من الفيديوهات سوى سبسكرايب للقناة واشوفكم بالمستقبل مع السلامة شوفوها وطوني رأيكم شوفوها وطوني رأيكم شوفوها وطوني رأيكم بالنهاية